الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني ضيف بلا قيود أسأله عن دور حزب الله في تأجيج الفتنة الشعية السنية كما يتهمه خصومه وإلى أين يأخذ حزب الله الطائفة الشعية بعد مجاهرته بالقتال في سوريا وهل يعيد الحزب النظر في حساباته ويعيد وصلاته مع الاعتدال السني في بلا قيود نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أهلا بك في بلا قيود أهلا وسهلا حزب الله اليوم متهم بتأجيج فتنة سنية شعية في المنطقة من خلال تدخله في سوريا ما ردكم؟ أعتقد أن حزب الله متهم بدرق الفتنة السنية الشعية لأن كل أعمال حزب الله في الداخل اللبناني وفي التحركات العامة تعمل للوحدة الإسلامية وتتجاوز الاتهامات والصراخ والشتائم وكل محاولات الإذاء لحزب الله لمصلحة لملمة الصف أما موضوع سوريا فله علاقة بحماية ظهر المقاومة وهو مشكل سياسي وليس مشكل مذهبي الذين يقولون بأنه مشكل مذهبي هم الذين يحاولون جعل الفتنة متصدرة وهم الذين يأخذون الأمور إلى هذه الزاوية يقولون أنكم تستطيعون من خلال العلاقات العامة أن تصفوا ما يجري في سوريا بشتى أنواع الأوصاف إن كان دفاعا عن محور المقاومة أو دفاعا عن المقدسات الشعية أو ما إلى ذلك وتقولون في الداخل أنكم تدرؤون الفتنة السنية الشعية ولكن قتالكم إلى جانب النظام السوري واستفاف القتال في سوريا بشكل عنوان العريض مذهبي يجعلكم بالدرجة الأولى رأس حربة هذه الفتنة السنية الشعية هناك مواطنون وجهات من حوالي ثمانين دولة في العالم تقاتل في سوريا وهناك دول عربية خليجية وكذلك دول إقليمية ودولية تقاتل في سوريا وتدعم المسلحين وتورد المسلحين وتسهل السلاح كل هؤلاء يقاتلون من أجل نصرة أهل السنة ويقاتلون من أجل الإسلام هؤلاء يقاتلون من أجل المشروع الأمريكي الإسرائيلي وهؤلاء الذين يقطعون الرؤوس وكلون الأحشاء يقاتلون من أجل إسلام من أجل أي مشروع تقاتلون؟ نحن نقاتل من أجل أن نحمي بلدنا ومن أجل أن نحمي ظهر المقاومة أي أن نحمي المشروع الذي يقف في مواجهة إسرائيل لسنا من الذين يقاتلون من أجل الموضوع المذهب وهل إسرائيل يمر طريقها عبر القسير وحمص؟ إسرائيل يمر طريقها عبر سوريا والأردن واللبنان والعراق وكل هذه المنطقة وبالتحديد انطلاقا من فلسطين ونحن عندما نقاتل إنما نقاتل من أجل أن نحمي هذه الحدود اللبنانية التي ستنعكس لاحقا فيما لو حصل هناك قتال إسرائيلي على وضعنا في البقاع وهذا يؤثر علينا في ميزان المعركة ولكن هذه هي الأجندة الإيرانية كما يقول مناوئكم وهم كثر اليوم إيران في خط المقاومة ونحن في خط المقاومة وسوريا في خط المقاومة عندما يقولون أن هذا الخط واحد هذا صحيح لكن نحن لا نقاتل من أجل أحد ولكن عن أي مقاومة تتحدث فضيلة الشيخ عندما تضع إيران وسوريا وحزب الله في هذه الحرب الداخلية الآن في سوريا هذه المقاومة؟ الحرب الداخلية في سوريا تسلحت من أجل أن تسقط النظام المقاوم في سوريا وبالتالي نحن لسنا أمام حالة إصلاح ولسنا أمام حالة توزيع صلاحيات في داخل البلد هذا له مسار آخر وليس المسار العسكري الذي يستقدم ثمانين دولة من أجل أن تقاتل في داخل سوريا هؤلاء يقاتلون من أجل الشعب ونحن نرى بشاعة القتال وما يقومون به كيف تخطم القرار بالدخول إلى سوريا البعض يقول أن حزب الله لم يكن مخيرا بالدخول إلى سوريا بل جاءت الأوامر من إيران أوامر المرشد بأن على حزب الله أن يدخل في هذه المعركة وأن كانت هناك أصوات من داخل حزب الله غير موافقة على التورط في المستنقع السوري كل العالم يعلم أن قرار حزب الله قرار ذاتي وبالتالي عندما دخلنا في سوريا دخلنا متأخرين جدا عندما وجدنا أن الخطر ازداد كثيرا في منطقة الهرمل وفي منطقة القصير على منطقة البقاع وشعرنا أن التحدي أصبح كبيرا وهناك تواصل بين عرسال اللبنانية والقصير السورية خطر على هذه المنطقة من أن تصبح هدفا للمتشددين والمخربين وكذلك للتكفيريين فتصبح الخلفية الموجودة في البقاع خلفية رخوة وخطرة فيما لو هاجمتنا إسرائيل ولكن بغض النظر عن كل هذه التبريرات ما تقومون به في سوريا سواء كنتم مقتنعين به أم لا هو يجر أو يضع الشيعة في نفس الخانة التي يضع فيها حزب الله الآن ويضعهم في مواجهة مع محيطهم السني الواسع بالتالي أين تأخذون الشيعة؟ نحن كحزب الله نتحمل مسؤوليتنا ونحن لا نأخذ الشيعة إلى أي مكان وبالتالي عندما نقاتل لمشروع محدد نعلن عنه ونحن واضحون هناك من يريد أن يقاتل الشيعة في كل أنحاء العالم هذه مشكلتهم هم وعلى الشيعة أن يدافعوا عن الشيعة في كل أنحاء العالم أيضا؟ كل جماعة في منطقتها في واقعها في بلدها هي تدافع عن نفسها نحن لسنا تنظيما عالميا حتى ندافع عن الجميع وإنما كل جهة تدافع حيث تكون موجودة وحيث تستطيع أن تقوم بالدفاع ونحن حاضرون للتعاون مع كل القوى السياسية والاجتماعية التي تريد أن تأخذ استقلالها وحقوقها وتحرر أرض فلسطين ماذا يعني ذلك؟ يعني في النهاية ما هي حدودكم؟ إلى أين يتوقف حزب الله؟ أين يبدأ حزب الله بحساب حسابات الداخل اللبنانية؟ حدودنا حدود الدفاع ليس لدينا أهداف هجومية وليس لدينا أهداف توسعية إنما نحن ندافع عن أنفسنا وعن مشروعنا وعن قناعاتنا هذه هي الحدود وبالتالي كل الناس رأت كيف أننا نقاتل بشكل منضبط ومحدود بما يؤدي إلى أن تكون سوريا المقاومة ظهير لحزب الله الشكل منضبط البلد سينفجر فضيلة الشيخ يعني في لبنان على صفيح ساخن كما يقولون الفتنة متنقلة في لبنان اليوم كيف تقول منضبط؟ كيف تستطيعون ضبط هذا الأمر؟ يبدو أنك لا ترين أن الذي يسعر الفتنة هو الطرف الآخر عندما يكون له مسلحون في طرابلوس وصيدة والبقاع وفي أماكن مختلفة ويهدد دائما ويثير موضوع السنة في مقابل الشيعة ويحاول أن يحرد بطريقة مذهبية وأرسل الإمكانات إلى سوريا ويفتح الطريق ويحاول أن يمت جسر عبور كل هذه لا تعتبر هي الفتنة الحقيقية نحن نحاول أن نمتص كل هذه الأمور وقلنا بوضوح دعوا لبنان بعيدا عن الصراعات ونحن حاضرون للتعاوذنا بيننا كيف لك أن تضع لبنان بعيدا عن الصراعات؟ أن ترسم أنت كحزب الله حدود الصراع للآخرين وتتوقع منهم أن يلتزموا بما حددت أنت؟ أقول لهم لا تقاتلوا بعضكم في لبنان ولا تحاولوا أن تدخلوا في إثارة الفتنة دائما وتعالوا نتفق على برامج عمل مشتركة ونشكل حكومة بأسرع وقت ممكن ونفعل المجلس النيابي ونعمل ضمن أجندة نتفق عليه أم تقاتلهم في سوريا؟ أنا لا أقاتل هؤلاء في لبنان في سوريا أنا أقاتل في سوريا المشروع الأمريكي الإسرائيلي التكفيري الذي يحاول أن يسيطر على المنطقة ويقلب المعادلات فيها ويحاول أن يضر بمسار المقاومة لن أعود إلى توصيفك للمعارضة السورية أو من يقاتل اليوم ضد نظام بشار الأسد ولكن دعني في نقطة من يسعر البلد اليوم أو يؤدي إلى تسعير الفتنة ألستم أنتم جزء من سبب ظاهرة السلاح السني في لبنان لأن السلاح السني في لبنان لم يكن ليظهر لو حفظتم على علاقاتكم مع الاعتدال السني في لبنان السلاح الموجود في لبنان ليس جديداً هو السلاح قديم لسنا نحن الذين أوجدنا بؤر السلاح المنتشرة والسلاح الفردي بقي موجوداً مع الأفراد قبل أحداث 75 وبعد أحداث 75 ولازال مستمراً أما موضوع الاعتدال السني أنا لا أرى أن هناك اعتدال سني وتطرف سني أنا أرى أن هناك مشروع أمريكي إسرائيلي يحاول من خلال بعض المتصدين وأبرزهم تيار المستقبل ليعمل من أجل أن يجر البلد إلى المحور الأمريكي الإسرائيلي التكفيري وهذا ما لا نقبل بي إذا لا تريد التعاطي مع تيار المستقبل مع من من السنة تريد التعاطي؟ نحن لا نقول أننا لا نريد التعاطي مددنا اليد مراراً وتكراراً هم الذين يقولون أنهم لا يريدون التعاطي ويهددوننا بالتكفيريين لكن في الواقع التكفيريون عبء عليهم كان في مرحلة من المراحل لم تكن الجسور مقطوعة بينكم وبين تيار المستقبل وبين السنة بشكل عام ولكن بعد أحراق سعد الحريري في الشارع كما يقولون وإسقاط حكومته انقطعت الجسور وظهر التطرف أو التشدد السني بالمعنى الذي نراه من ظاهرة الأسير إلى غيرها في طرابلس يقول البعض أن هذا المشهد السني المتشدد من مصلحة حزب الله لأنه يسهل الانقضاض عليه ووصفه بالمتطرف ورفع الغطاء الوطني انقطاع العلاقة مع تيار المستقبل من طرف واحد يعني تيار المستقبل هو الذي قطعها ما فعلناه عندما أسقطنا الحريري من رئاسة الحكومة لأنه لم يلتزم بما سمي آنذاك الاتفاق بين السعودية وسوريا وكان اتفاق لمصلحة الطرفين لكن أخلى به من طرف واحد دائما كان محاولة الانفصال تحصل من قبله أما أننا نريد التطرف السني فهذه مسحة لأنه في الواقع الكل يعلم بأننا مستهدفون من التكفيريين وأننا لسنا على وئام معهم بل نحن لا نرى أن مشروعهم مشروعا صائبا لا في لبنان ولا في المنطقة أما أن يهولوا عليه هذا خطاب مذهبي نعم هذا خطاب مذهبي لا ليس خطابا مذهبيا أنا أقول هؤلاء التكفيريون ما هو مشروعهم في المنطقة أنا لا أتحدث عن أهل السنة هناك علاقات بيننا وبين مجموعات سنية واسعة في لبنان التي تدين بالولاء والطاعة لحزب الله أبدا أبدا هي مجموعات مستقلة الرئيس سليم الحص الرئيس عمر كرامي السيد عبد الرحيم ممراد كل هؤلاء شخصيات وازنة الأستاذ أسامى سعد وهكذا هؤلاء شخصيات وازنة موجودة في البلد اليوم من يتزعم السنة في لبنان هو الرئيس سعد الحريري وبالتالي عندما تتحدث عن الباقين الباقون يدورون في فلاك حزب الله الرئيس سعد الحريري يتزعم فريقا مهما من السنة هذا صحيح لكن هناك أفريقاء آخرون وبالتالي لا يستطيع أن يحمل علينا عصى أنه يمثل قسم من السنة ثم يطلب مننا أن نتنازل عن مبادئ وطنية وقومية نحن نتمسك بها هناك من يقول أكثر من ذلك يقول أنكم تسعون لخلق فتنة سنية سنية من خلال ضرب السنة مع الجيش وهذا ما حدث في عبره هكذا يتهمونكم أيضا أنتم ما علاقتكم بالجيش إلى أي مدى توظفون الجيش في معارك لا يريد الحزب أن يدخلها كمعركة عبره مثلا عندما يقتل البعض عناصر من الجيش وضباط من الجيش على الحواجز هل يعني ذلك أننا نحن الذين دفعناه إلى ذلك؟ الأسير كل الناس يعلمون بأنه وقف متحديا ومتصديا وقطع الطرقات وأوجد المربع الأمني وحاول دائما أن يستفز حزب الله وكنا نهرب من الاستفزاز ونهرب من المواجهة إلى أن أصبح الجيش هو الذي يفصل بين الأطراف وهو الذي يحاول أن يحفظ الآمن وهو الذي بادر الأسير بادر إلى قتل عناصر وضباط من الجيش وكانت المعركة في عبره ما علاقتنا في ذلك؟ بس البعض يقول أهل المنطقة يقولون غير ذلك يقولون أن حزب الله هو من نصب الفخ للأسير والأسير بقلة خبرته وقع في الفخ وكان مطلوب التخلص منه أساسا في هذا الوقت بالتحديد وسهل التخلص منه لأنه بالضبط هو شخص متشدد لا يحظى بغطاء السنة وهذا ما سهل إن كان لحزب الله أو الجيش التخلص من هذه الظاهرة هذا يعيدنا للنقطة السادقة أنا أرفض هذا التحليل بل بالعكس أنا أرى أن الذي يحمي أحمد الأسير هو السيدة بهية الحريري والسانيورة وتيار المستقبل ويلتف حول مجموعة من التكفيريين وهكذا كلهم هؤلاء هم الذين يحموا نحن لا علاقة لنا كحزب الله بما فعله لا تحملون النتائج التي يقوم بها الآخرون لسنا نحن من يحرد في داخل طرابلوس ولسنا نحن من يحرد في البقاع ولسنا نحن من يحرد في عبرة هؤلاء هم يحردون ودفعوا ثمن تحريضهم في مواجهة الجيش هذه النقطة لم تجيبني عنها علاقتكم مع الجيش علاقتنا مع الجيش علاقة جيدة لأن هناك احترام متبادل ونحن نقدر للجيش العمل الوطني الكبير لمنع الفتنة الداخلية كيف تقدر عمل الجيش وجود الجيش وسلاحك يشكل أو سلاح الجيش بات يشكل رديف لسلاحك يعني سلاح حزب الله هو الأساس وبعدها يأتي الجيش سلاح حزب الله كمقاومة موجود منذ سنة 1982 وكان هناك اتفاق بين حزب الله وبين الرئيس رفيق الحريري يومها في ترتيب الوضع بما لا يؤثر على بناء الدولة وهناك كلمة مشهورة له الالتحام بين المقاومة والبناء وبالتالي هناك اعتراف من كل الأطراف حتى أن الحكومة اللبنانية هي التي كتبت في بيانها الوزاري مرات عدة عن ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة إذن المقاومة لم يتغير شيء هناك تصريحات ترفض هذه التصريحات لا تغير من واقع سياسي موجود يوجد لجنة حوار برئاسة رئيس الجمهورية لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية نحن قلنا حاضرون لنصل إلى نتيجة هذا عندما كان سلاح حزب الله منضبط بموضوع مقاتلة إسرائيل اليوم سلاح حزب الله موجود في كل مناطق اللبنانية موجود في بيروت موجود في سوريا وبالتالي خرج عن الإطار الذي عندما كان يحكى بسلاح حزب الله كان الجميع يلتزم الصمت الموافق وغير الموافق وبالتالي اليوم تغيرت المعادلة لا زال سلاح حزب الله منضبط في إطار قتال إسرائيل وما يحصل في سوريا أو في أماكن أخرى إنما هو خطوة دفاعية على طريق مشروع إسرائيل وليس الأمر مختلفا على الإطلاق ما هو خط الرجعة؟ يعني كيف دخل حزب الله إلى سوريا؟ كيف سيخرج؟ يفترض أن تحل مشكلة سوريا بالحوار السياسي وأن تتفق الأطراف فيما بينها على حلول وبالتالي عندما تتفق على هذه الحلول تخرج مجموعات الثمانين دولة وتنتهي هذه المشكلة ولا تعود سوريا تشكل خطرا علينا وعلى لبنان ولكن عندها سيقولون أن السوريين جلسوا إلى طاولة الحوار كأهل بلد ولكن أنتم توصفون بأنكم أداة قتل إيرانية قتلت الشعب السوري لسنا جزءا لا من الحوار السوري ولا من المشاكل في داخل سوريا وما قمنا به قمنا به بشكل محدود للدفاع عن أنفسنا الصواريخ تأتي من الداخل السوري إلى الهرمل ومحيطها وبالتالي هناك اعتداءات حصلت على قرى دائمة كان لك أن تتفق من الجيش الذي ذكرته الآن أن يحمي الحدود لا يستطيع الجيش اللبناني أن يحمي الحدود هناك وقد طلبنا مرارا وتكرارا ومن خلال الحكومة لكن ظروف الجيش وظروف المناطق الموجودة هناك والتداخل الموجود بين سوريا ولبنان جعل الجيش غير قادر على أن يؤمن الحدود ويمنع هذه الاعتداء البعض يقول أنه كان يتوقع من حزب الله الذي كان العلاقة مفتوحة إلى حد ما مع الأطراف داخل لبنان قبل أن تتدخلوا في سوريا ومع السعودية بشكل محدد ليس من خلال السيد سعد الحريري ولكن من خلال قنوات أخرى كان يتوقع منكم أن تكونوا صلة الحل أو صلة الوصل التي تساعد على الحل في سوريا ولا يحول حزب الله إلى جزء من المشكلة أو المشكلة الرئيسية اليوم في سوريا التي تساعد النظام السوري على البقاء حتى الآن حزب الله ليس جزءا من المشكلة السورية هو جزء من الحل لأن حزب الله لا يتدخل في الشؤون السورية وليس لنا علاقة في هذا الأمر أنت تقاتل على الأرض في سوريا هذا قتال محدود في إطار الحماية للمقاومة ليس لنا علاقة لا بمستقبل سوريا ولا ما يختاره الشعب السوري هذا أمر يعود إليهم وبالتالي عندما يجلسون على طاولة الحوار سيجدون أنهم اختاروا ما يريدون من دون أن يكون لا لنا ولا للآخرين علاقات لاحظ من يعطل الحل في سوريا دول خليجية التي تعطل الحل في سوريا التسليح الذي تقوم به الشروط التي تفرضها المحاولات المختلفة بترجيح الأمر على الأرض هناك عنوات الحوار مفتوحة لكنتم استطعتم ربما أن تمنعوا هذا الاستفاف الكامل بين دول الخليج وبينكم وبين إيران المحور الآخر لا يسمع لنا وبالتالي لو كان يسمع لنا منذ زمن كنا استطعنا أن ننجز الكثير هناك مشروع موجود عند دول الخليج لا نستطيع أن نواكبه ولا نستطيع أن نتفاهم عليه وهذا الأمر ليس جديدا عضلا تضيرت الشيخ ولكن كل ما بررته حتى الآن وقد ذكرتمه في مناسبات كثيرة سابقة لم يقنع أحد حتى أقرب حلفائكم لم يقتنعوا بهذا الكلام من اتخذ موقفا مسبقا وله مشروع لن يقتنع بمشروعنا ولا بمواقفنا العماد عون العماد عون متفقون معه بشكل كامل على ماذا؟ على كل الموضوع الاستراتيجي هو يقول أنه تم الانفصال بسبب موضوع سوريا وليس بسبب موضوع الداخلي موضوع سوريا هو موضوع استراتيجي لا يوجد انفصال بيننا وبين عون صححي معلوماتك واسألي العماد عون ستجدين أننا متفقون على الموضوع الاستراتيجي نعم عندما نتحرك في سوريا هو لا يتحمل مسؤولية تحركنا كما عندما يتخذ هو مواقف معينة لا نتحمل مسؤولية مواقفه لكن نحن متحالفون استراتيجيا وداخليا ما هو يعني تعريفك للتحالف الاستراتيجي يعني إذا كان موضوع سوريا يلي هو موضوع خلافي بينكم لا يشكل جزء من العمل من عملكم الاستراتيجي التحالف يعني أن نكون معا في مسألة المقاومة في مواجهة إسرائيل والمشروع الإسرائيلي تقول أنكم تواجهون اليوم المحور الإسرائيلي هذا جزء من العمل الاستراتيجي نعم الرئيس عون ليس في مشكلة معنا فيما يتعلق بموضوع سوريا هو لا يعلق على هذا الموضوع وبالتالي هو لا يتحمل المسؤولية المباشرة وهذا حقه لكن هذا يصب في الموضوع الاستراتيجي الذي له علاقة بالمقاومة والعماد عون موافق على ذلك ماذا تقول لأمهات المقاتلين من حزب الله الذين يقتلون في سوريا ويعودون جثث إلى أهاليهم هذا تقول لهم لماذا قتلوا هؤلاء رؤوس الأمهات مرفوعة إلى الأعلى لأن هؤلاء قاتلوا على خط المقاومة وعلى خط العزة والشرف لنحمي بلدنا ومنطقتنا من هذا الغول القادم الذي هو المشروع الأمريكي الإسرائيلي التكفيري ولو أجريت مقابلات مع النسوة ومع الأباء والأمهات ستجدين أنهم فخورون جدا بما فعله حزب الله في تدمر داخل الطائفة الشيعية حقيقة مما يفعل حزب الله في سوريا في أصوات بدأت ترتفع اليوم من داخل الطائفة الشيعية غير موافقة على ما يقوم به حزب الله كانت تدعم حزب الله في خطه المقاوم الإسرائيل ولكنها اليوم باتت ترى أن حزب الله يدخلها في المجهول أتمنى أن تجري استفتاء لتجد من هم هؤلاء المتذمرون وكم عددهم بالمقارنة مع الموافقين نحن لا ندعي أننا نحقق إجماعا في كل الأوساط ولكن بالتأكيد لنا أكثرية ساحقة جدا جدا في داخل الوسط الذي نعمل فيه وهذا أمر نرضى عنه وأما من لا يوافق فهم قلة قليلة وهذا رأيهم وشأنهم وهذا أيضا يحسب ضد حزب الله أو يؤخذ على حزب الله أنكم تسعون إلى حرق معارضيكم سياسيا أو حتى تهديدهم على الأرض والله احترنا من الداخل الطائفة احترنا إذا قلنا أن لهم الحق أن يعبروا عن مواقفهم قلتم أننا نحرقهم وإذا قلنا أننا نريد أن نسير في مشروعنا اعترضتم لأن المؤيدين لنا كثر هذه مشكلتهم هم نحن لا نطلب من أحد أن يكون ملزما معنا ولا نطارد أحد على قناعاته وخياراته لكن من حقنا أن نقوم بقناعاتنا عندما تقول مؤيديكم كثر ألا تلاحظ أنهم أن اتجاه عدد هؤلاء المؤيدين في هبوط عندما كان حزب الله يطرح في العالم العربي كان التأييد له من العراق إلى المغرب مرورا بكل البلدان العربية ولكن شيئا فشيئا ومتحديدا بعد 2008 بدأت تتأكل الشعبية إلى أن أصبح اليوم حزب الله منبوذا في العالم العربي ألا يطرح لديكم هذا علامة استفهام ربما؟ أنا أعترض على هذا الكلام وأميز بين دائرتين الدائرة الداخلية في لبنان والدائرة الأوسع في العالم العربي والإسلامي أما الدائرة الداخلية في لبنان فرصيدنا متنامي وهو لا زال يشكل الأغلبية من كل الطوائف اللبنانية وبالتالي الانتخابات التي جرت في سنة 2009 لو تكررت اليوم ستعطي النتائج المشابهة تقريبا أما في الدائرة الأوسع لا أخفي أن هناك شحن مذهبي غير عادي يمارسه البعض في الطرف الآخر وهذا الشحن المذهبي جعل عند عامة الناس حالة من الضبابية أعتقد أنه مع الزمن تزول هذه الضبابية لا فقط بسم الشحن المذهبي فضيرة الشيخ أداءكم على الأرض يشعر السنة أنكم تستهدفونهم وتستهدفون زعمائهم وتستهدفون فكرهم قد تسمونه تكفيريا أم لا قد تسمونه متطرفا أم لا ولكن هذا فكر اليوم شيئا فشيئا يحظى بتأييد أوسع لدى الطائفة السنية من هنا جاء هذا الشعور بالنفور من أداء حزب الله على الأرض ليس فقط من الشحن هناك تعبئة وشحن مذهبي لأفكار ومواقع سياسية نحن قاتلنا في سوريا سياسيا لنا مواقف من القضايا المختلفة سياسيا ليس لنا موقف مذهبي من السنة نحن وأهل السنة متفاهمون في قضية فلسطين نقاتل هناك ونؤيد حماس والجهاد الإسلامي وبالتالي لا نميز على أساس سنة شيعي وإنما على أساس مشروع إلا أن هناك ضخ إعلامي وإمكانات من أجل تصوير المسألة مذهبية وهناك تغرير ببعض الناس وستجدين أن التغيرات ستحصل بشكل طبيعي ولنا ما يحصل في تونس مثال على ذلك كيف أن تونس كانت في البداية منجذبة إلى المعسكر الآخر والآن بعد أن اكتشفوا بدأ الأمر يتغير وهذا أمر سيحصل في المناطق المختلفة بإذن الله تعالى شيخ نعيم قاسم شكرا لك لوجودك معنا في بلا قيود شكرا للمشاهدة